أحبط الجيش السوري مخططاً داعشياً لسيطرة على مدينة تدمر الأثرية بريف حمص وتدمير أثرها العريقة وتمكن من استعادة المواقع بعد طرد التنظيم من المنطقة يأتي ذلك في إطار مواصلة الجيش عملياته ضد تنظيم داعش والنصرة والجماعات المسلحة كأن أبرزها في ريف إدلب وجبهة القلمون أحبط الجيش السوري هجوماً عنيفاً شنه تنظيم داعش على مدينة تدمر الأثرية بريف حمص من الجهتين الشمالية والشرقية وتمكن بالتعاون مع الأهالي ومجموعات الدفاع الوطني من إيقاع المجموعات المهاجمة قتل وجرحة واستعادة المناطق التي كانوا سيطروا عليها في العامرية والقلعة وبرج الإذاعة والتلفزيون والسيرياتيل بالإضافة إلى التلال المطلة على المدينة القديمة الأثرية وقام الطيران الحربي باستهداف تجمعات التنظيم وتحركاته في محيط حقل أراك بالإضافة لأرتاله من العربات والآليات المنسحبة نحو بلدة السخنة ما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بها بشريا وماديا وردا على الشائعات نفى محافظ حمص طلال برازي وجود أي من عناصر التنظيم في مدينة تدمر مؤكدا أن المدينة بالإضافة لآثارها وطرقها أصبحت آمنة بشكل تام من التنظيم بعد تمكن الجيش من تطهير المنطقة منه وترضه عشرات الكيلومترات بعيدا عنها إلى ذلك أحبط الجيش السوري محاولة داعشية بتفجير آلية مفخخة يقودها انتحاري قبل وصولها إلى هدفها مبنى الكلية الجوية بحلب وقام الطيران الحربي باستهداف مواقع التنظيم في المنطقة وفي البوكمال والميادين والرقا بالقصف المركز وطال القصف تجمعات المسلحين وتحصيناتهم في أرياف حلب ودرعا والقنيتر والسويداء بالتزامن مع تقدم حققه الجيش في محيط جسر الشغور بريف إدلب حيث باتت مئات الأمتار فقط تفصله عن فك الحصار الخانق الذي تفرضه النصر والجيش الفتح على جنوده المتحصنين في مشفى المدينة إلى ذلك واصل الجيش السوري التقدم مع حزب الله في جبهة القلمون بعد السيطرة على عشرات التلال الاستراتيجية أبرزها رأس المعرة وتلة موسى حيث تركزت الاشتباكات مع النصر فرع القاعدة في سوريا والجماعات التكفيرية بجرود فليتا على الحدود مع لبنان باتجاه جرود عرسال أسفرت عن مزيد من التقدم والانتشار للجيش والمقاومة